فهنبتدي ان احنا نحسب الدومين لبعض الدوال من خلال بعض المسائل اول مسائل فهو الدومين of y بيساوي 3x تربية ناقص 4x زائد 5 دي دلة تربعية واتفقنا ان الدلة التربعية الدومين بتاعها مالك من سلم مالة نهاية لمالة نهاية اذا الدومين الدومين بيساوي R مجموعة الاقام الحائلة مثال وي بيساوي x تربية ناقص 1 على x تكعيب ناقص x تربية ناقص x زائد 1 الفكرة في المسألة دي ان انا احاول المقام لحصل ضرب قصين مقدارين اخذ المقدارين دول ويساويهم بالصفر جندبدا الخطائمة المجال على مقام الفكرة لان يمثلون it to k أنه يمثلي اصفار المقام جميلا المجال بتاعها ring numbers فرق أصفار المقام هناعمل إيه؟ هناخد بنسبه لx تكايب مع x تربيه هناخد x تربيه عام المشترك هيديني 2x هيدين x تربيه في x لما وحد بالتالي لأنت لو ضربت x تربيه في x لديك x تكايب لو ضربت x تربيه مقس واحد لديك x تربيه بعد كده هتأخد هنا عايز توجد قوس كمان زي x لما وحد توجد زي x لما وحد عشان تاخد X1 عمل مشترك فهتاخد السالب واحد هنا عمل مشترك ما بين X وزائد والموجب واحد هتاخد السالب برا يبقى جوه X ناقص واحد لو ضربت السالب في X هيديك سالب X ولو ضربت السالب في السالب هنا هيديك موجب واحد نفسك فأنت مجرد بتاخد عمل مشترك عملية جابرية مش اكتر بعد كذا تاخد X1 عمل مشترك حيث انك تحصل على القصين اللي انت عايزه X1 تحط برا وبعدين X ناقص واحد X تربية على X ناقص واحد يديك X تربية وسالب X ناقص واحد على X ناقص واحد يديك سالب واحد المقدرين دو لما يساوي صفر هتلاقي ان X ناقص واحد بيساوي صفر يديك X بيساوي واحد والX تربية على ناقص واحد بيساوي صفر هتلاقي ان X تربية بيساوي واحد وبالتالي X بيساوي موجب و سالب واحد listen. فقد انك عندك موجب واحد صلاة واحد موجب واحد. وقنتي اللي جاء علي ان لا يكون عندك موجب واحد واسه بس سالب واحد فالمجال هيôngدر فرق الثالب واحد والموجب واحد ل Synd well and theijua. لأن الثالب واحد والموجب واحد هم هنا اصفار المقام. اذا لدعاء ان سندر الدorean هيطاقها على الصورة الاس geworden. x لا يقومه واحد واسه لا يقومه Σالب واحد. مثل ثالث ويبيسوي الجزر اكس تربيه جزر تربيه الاكس تربيه زائد واحد الدالة دي ايه المشكلة فيها انت دايما بتنشن عالمشكلة المشكلة ان هنا في مقدار تحت الجزر المقدار ده بيكون موجب او سالب صفر مينفعش يكون مقدار سالب اذا انت لما تلاقي جزر تربيه على طول تاخد المقدار المقدار بتحت الجازر وتخليه وحطه في المتبينة ان هو اكبر من او يساوى صفر وتيقض 이거를 اكس تربيه على صفر او صفر ستلاقي ان الاست تربيه اكبر من او يساوي 4 وبالتالي مقياس الاست هيكون اكبر من او يساوي 2 ستاخذ الجزري التربيهي اطرافين لان pixك اكبر من او يساوي 2 أعرفها كده لما تلاقي X تربية أقوى من أو يساوي قيمة معينة تأخذ مقياس X وتأخذ الجزر التربية للطرف الثاني وتسيب العلامة زي ما هي مقياس X أقوى من أو يساوي 2 ده هتتحول للمتبينة دي X أظهر من أو يساوي سلب 2 وبتكون أكبر من أو يساوي 2 يعني X مسموح له أنه يتبقى مثلا سلب 3 و 3 سلب 4 و 4 عشان يبقى مقياس في النهاية أكبر من 2 لأنه مثلا لو X بسلب نصف يبقى مقياس سلب نصف نصف ثمهاش أكبر من 2 تمام؟ هنا الدومين هيبقى إيه؟ هو ده X أكبر من 2 و أصغر من أو يساوي 2 و أصغر من أو يساوي سلب 2 قيم X حيث X المتبينة دي اللي هتتحول عليه تقدر تحطها كفترات حدي من سلب 2 تفعل أنه من سلب 2 و أنت ماشي شمال لسلب النهاية أو من 2 و أنت ماشي لموجة مال النهاية تقدر تحطها من خلال فترة من نصف مفتوحة أو من نصف مغلقة سلب النهاية و سلب 2 تحد الفترة اللي هي دي فترة دي اللي هي دي اتحط الفترة من 2 لمن النهاية اللي هي دي إذا المجال بتاعك كده و كده المص ده لا ده خارج المجال تمام؟ المص دي فمثل ثالث مراجع المص دي ساوية 2 تي على تي تربية عناس 1 هكذا المشكلة هنا؟ هذه دالة كسرية المشكلة في المقام أوجد أصفار المقام ساوية تي تربية عناس 1 بالصفر هذا ما تساويها بالصفر ستتجد تي تربية بصة 0 سلب 1 السلب 1 إن مقاع التانية بأشوار المخلطة ستجد تي تساوي مجاب أو سلب 1 إذن أصفر المقام موجب أو سلب واحد يبقى المجال هيكون قيم X كل قيم X حيثه X لا تساوي واحد ولا تساوي سلب واحد بمعنى كل قيم X اللي بتنتمي للريل نومبرز رجموة الريل نومبرز معادة سلب واحد والواحد اللي هو ده كل ده من سلب ما هي منها معادة ده النقطة فيه وديك سلب واحد وواحد تمام بالنسبة لمثال ده هوي بيساوي الجزر X زائر 2 على جزر 5 مقص 3X هنا عندي كم مشكلة مشكلتين لا تلات مشاكل أول مشكلة فيه جزر في البسط احتاج من X زائر 2 اللي بتحت الجزر دي تكون أكبر من أو تساوي صفر تاني حاجة فيه جزر هنا في المقام ما هيمناش الجزر في البسط المقام من المهم من فيه جزر فأنا احتاج من بتحت الجزر ده يكون من أكبر من أو يساوي صف بالتالي علي من 5 مقص 3X لازم احطها بأكبر من أو تساوي صف شوفوا الـ X هنا هتطلع رجام الـ X هنا هجيب الـ 2 هنا بأشارة مخالفة هتلاقي الـ X بساوي 2 وهنا هجيب الـ 3X بأشارة مخالفة هتلاقي الـ 3X أقص أصغر من أو يساوي 5 وبالتالي الـ X نقص أصغر من أو يساوي 5 على 3 طيب فيه مشكلة الثالثة أه مشكلة الثالثة بقول إن المقام ده ما ينفعش يصعو صفر ما يديدها لكسرية فنوجد أصفار المقام بإننا نساوي المقام بصفر نساوي المقام بصفر يبقى جزر 5-3X لما تساويها بالصفر هتديك 5 هتربع الطرفين يبقى 5-3X لما تساويها بالصفر هتلاقي إن الـ X لا تساوي هتقسم 2 إلى 3X المحل الثانية وتقسم على 3 لما عمل X هتلاقي إن الـ X هتساوي 5 على 3 إذن بعدك دلوقتي 3 معيه اللي بتحقيق لك المقام X أكبر من أصفار المقام بصفر سلبة 2 وليكن هنا كده هنا الصفر وهنا سلبة 2 أكبر من أصفار المقام بصفر سلبة 2 بتاخد من السلبة 2 كده بترسم كده الحاجة التانية الدلة التانية حيث أن الـ X أصغر من أو يساوي 5 على 3 أنت تأتي هنا كده هذا الصفر وهو وهذه الخمسة على الثلاثة وأصغر من X أصغر من أو يساوي أنت تأتي من هنا تمشي إلى سلبة نهاية حسنًا حسنًا كل اللي هعمله إن أنا هاخد التقاطع بتاع الثلاثة شرود الثلاثة شرود دول أخدوا التقاطع بتاعها هلاقي إن التقاطع هيبقى سلبة 2 لـ 5 على الثلاثة بس 5 على الثلاثة مفتوحة سلبة 2 لـ 5 على الثلاثة فترة نصف وسلبة 2 مقفوضة فترة نصف مفتوحة أو نصف مغلقة سلبة 2 على الثلاثة التقاطع يعني الثلاثة شرود دول لازم يتحقق يبقى من سلبة 2 على الثلاثة من 5 على الثلاثة لسلبة concerns يبقى من سلبة 2 لـ 5 على الثلاثة بس أنا عندي كمان إن فجرgeonها 5 على الثلاثة مش معاي يبقى لـ 5 على الثلاثة دي تطير يبقى من سلبة 2 لقبل الخمسة على الثلاثة بس أفكر فيها على إنك بتد ponieważ تقاطعها بطرعة 3 شرود وتوجد التقاطع بالطريقة دي كدها دي مفتوح يبقى مش معك لو كانت دي مقفولة من هنا ومفتوحة من هنا برضو مقودش هتاخدها لو قيت مقفولة من هنا ومقفولة من هنا ومفتوحة هنا برضو مقودش هتاخدها المهم المجال هيتطلع هنا من ثاني باثنين لخمسة على الثلاثة هو ده تقاطع الثلاث مجالات مع بعض في مثال وي بيساوي اكس نقصر واحد على جاز التكايب لثلاثة ناس اكس عندي كان مشكلة مشكلة واحدة هذا جاز التكايبي اذا لم يمثل ليش مشكلة معاة لما يكون المقام لما يكون مابت تحت الجاز التكايبي بسالب سيقوم بتعطيني يطاقة سالب عادي اذا كل ما يعملوه اعنى المشكلة واحدة بس الحلاثة قسرية المقام اساوي بصفر اوجد اسفار المقام جاز التكايب جاز التكايبي له ثلاثة عنص اكس سع , يساوي صفر لما يساوي صفر كعب الطرفين هتليل ثلاثة عنص اكس سع . يبقى لا يساوي ثلاثة لا يساوي يعني ده شرط النايل لا يساوي يعني شرط الدلة تبقى معرفة ان X3 ساوي ثلاثة يعني X3 ساوي ثلاثة يبقى الدومين هنا كل قيم X معادة أصفر المقاملية ثلاثة بس الدومين يساوي كل قيم X معادة X يساوي ثلاثة معادة يعني تقدر تعتبرها الفترة المفتوحة هذه ثلاثة مثلا يصف لثلاثة افتح دي يمشي كده ويمشي كده معك كل ده كل ده انما دي لمش معك مفتوحة يبقى من سالب من النهاية لثلاثة ومن ثلاثة لمن النهاية اتحاد الفترة المفتوحة تمام مفتوحة مثلا مثلا جزر X يساوي جزر X نقص 4 على X نقص 4 زائد لين X نقص 4 عندي كم مشكلة عندي جزر تربية مشكلة مقام اللي دالة كسري مشكلة عندي لين مشكلة لان الرقم ده لازم يكون اكبر من الصفر لثلاثة مشاكل نشوف الثلاثة مشاكل مع بعض أول حاجة صفار المقام دي نوجدها X نقص 4 على صفر هتجدين X يساوي 4 إذن X دي هنترجمها هناك X يساوي 4 إذن X يساوي كل قيم X مع عدد 4 دي دي الجزر التربية ده لX نقص 4 ما تحت الجزر أكبر من أو يساوي 0 X نقص 4 أكبر من أو يساوي 0 X أكبر من أو يساوي 4 يعني 4 كده تمشي من الى من نهاية ده مجال الدلة الثانية مجال الدلة الثالثة X نقص 4 يبقى X نقص 4 أكبر من الصفر لأن اللين تترسم كده اتفعنا أن اللين المجال فيها من هنا إلى هنا كده أكبر من الصفر يبقى X نقص 4 أكبر من الصفر يبقى X أكبر من 4 يبقى من 4 كده أوجد الثلاثة ده مجال أهو ده مجال أهو تقاطع أهو يبقى X ده مفتوح ده أنا كمان عندي اتنين مفتوحين ده لو واحدة مفتوحة بس يبقى مش عايزة يبقى الأربعة ده مش تبعي يبقى من بعد الأربعة وانت ماشي يبقى المجال بتاعي من أربعة المال نهاية ده اللي لأهو أو فترة مفتوحة بس يبقى من أربعة فهو ده مجال مثال يا رجيس بوي بيساوي جزر تربيعي للجزر التكعيبي إلي لأي قسة 5x مثال ده سهل جدا كله هتعملوا انك هتوزع القسس اللي فوق ده هتوحد يعني هتظبط القسس ده خلها قسة واحد فالأي قسة 5x جزر التربيعي يعني هنه الجزر التربيعي الجزر التكعيبي لأي قسة 5x يدخل اي قسة 5x الجزر التكعيبي ده قسة 3 و الجزر التربية ده عبر عن قس نص يضرب 5x في ثلث في نص يديك 5 على 6 ده الاساسي نص في ثلث في ثلث في ثلث 5 على 6 ايه الدلة دي اهي هي دي يقس بس ال اكس هنا مواملها واحد ال اكس هنا مواملها 5 على 6 دي دلة اكس بونين شب مجالها من سلم من الانهائي المال الانهائي ترسم كده مجالها من سلم من الانهائي مال الانهائي اخيرا 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 مجال دل يقبارها عن اخيرا 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 destSS اخيرا 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 گ وبالثلاثة تساوي F of G of X يعني F of X تبقى إنبوت فنكشن لديه F نحسبها مثل مثال F of X تساوي E أسنين X و G of X تساوي أين X؟ أوجد G Composition F ويسبيسيفها أوجد الدومين بتاعها سنرى انتفقنا إن G of F تساوي G of X هي هي F of G تساوي الدلة الأورانية وعاد الدلة التانية أضعها قوة أضعها كإنبوت للدلة الأورانية طيب هنا الدلة التانية إيه؟ F of X سأضعها إنبوت للدلة الأورانية التي هي G G of F تمام هنأخذ F ونخلها إنبوت للدلة G طيب الـ F الكامل أساساً الدلة G بتعمل إيه؟ الدلة G بتأخذ الإنبوت وتتجيب له اللين بتاعها خلص يبقى G of X أساوي G of A F of X ب E plus 2X هتأخذ اللين اللي هيدخل لها هيدخل لها F of X ب E plus 2X خلص تأخذ اللين لل E plus 2X يبقى بمعنى G وظيفتها أنها تأخذ اللين لأي حاجة تدخل لها فإذا كان الدخل أين كان الدخل الدخل هنا F of X خلص فهاتل F of X وضعه داخل اللين لو كان الدخل مثلاً أي حاجة هتأخذ أي حاجة وضعه قدام اللين بس طب لين E plus 2X ب 2X لأن اللين وال E دلتين inverse functions بالنسبة لبعض بمعنى أن اللين E plus X بسوي X يعني اللين بتلاشة ال E وال E plus 2X بسوي X و E بتلاشة اللين فلين E plus أي حاجة بسوي أي حاجة و E plus 2X بسوي أي حاجة بسوي أي حاجة فلين E plus 2X بسوي أي حاجة مثل احسب الـ domain بتاع الـ function اللي هي G و كل اللي هتعملك انك تاخد الـ domain بتاع الدلة النتجة وبسكده لا مش بسكده خطأ شائع انك تكتفي بالمجال بتاع الدلة النتجة بتاع الـ G خدها وراعي ان فيه دلة تانية اسمها F of X F of X هي الـ input function بالنسبة لدلة G فلازم تراعي المجال بتاعي يبقى باختصار هتجيب الدل هتجيب المجال بتاع الدلة النتجة وتجيب المجال بتاع الـ input functions وتجيب التقاطع ما بينهم طيب الدلة النتجة 2X دلة خطية مجالها R F of X هي الـ input function بـ E plus 2X مجالها R طيب R تقاطع R بساوي R المجالين من السالب من النهاية ومن النهاية هتقاطهم على بعض تقطهم هو نفسهم هو ده الـ domain هي دي أشعر أشكال الدوال اللي هتتعامل معها بتحسب الـ domain على حسب بتنشي على المشكلة اللي موجودة عندك تشوف المشكلة اللي موجودة إيه أصفار مقام ولا جزر تربيه ولا لن ولا أي مشكلة تانية والمجال بتاع الـ الـ بتجيب الدلة النتجة تجيب المجال بتاع هتقاطع الـ input function اللي عندك ترجمة نانسي قنقر